بسم الله الرحمن الرحيم الشهر اللي راح أصدرت هواوي الإصدار التجريبي الأول من نظامها هارموني او اس واللي كان متوقع ان هواوي راح تنافس في نظام الاي او اس من ابل ونظام الاندرويد من جوكل فهل فعلا هذا النظام منافس لهذه الأنظمة اللي موجودة من سنوات ومحتكر السوق هذا اللي راح نعرفه في هذا الفيديو في البداية مع الحضر الامريكي على شركة هواوي اعلنت هواوي في شهر تسعة السنة اللي راحت انها راح تنشئ نظام خاص فيها سمتها هارموني او اس راح يشتغل مع التلفزيونات الذكية ومع الجوالات ومع الأجهزة الملبوسة مثل السعاد والشهر اللي راح أصدرت الاصدار التجريبي الأول منه وكانت المفاجأة انه عبارة عن نسخ ولسق لنظام الاندرويد في البداية عشان تسجل في النظام لازم ترفع صورة جوازك وصورة بطاقتك البنكية طبعا هذا ما توقع من هواوي لكن اللي يستغربون المطورين انه الواجهة هي بالضبط نفس واجهة نظام الام يو اي او واجهة هواوي اللي ببنية على نظام الاندرويد يعني هم اخذوا نظام الاندرويد ونسخوه بالضبط واضافوا عليه واجهتهم وقرأوا هذا نظامنا هارموني او اس فحتى كاتبين في بعض المواقع انه ما تقدر انك انت تميز الفرق ما بين النظامين وايضا عشان ينجح اي النظام يحتاج ان يكون النظام مبتكر في حاجة جديدة وايضا يحتاج ان يدعم المطورين فالتغيير اللي عملوا انه مبدل ما تكون صيرة تطبيقات APK غيروها الى HAP وايضا حتى المطورين يشتكون ان النظام ما هو مستقر هذا متوقع طبعا من اي اصدار تجريبي اول طبعا هواوي لها تجربة ناجحة في الساعات فالساعات اللي من هواوي لها نظامها الخاص فيها لكن كنت تطور نظام يشتغل على كل اجهزة الجوالات والشاشات وايضا الاجهزة الملبوسة هذا هو التحدي وايضا لان هواوي ايضا تواجه حرب امريكية حتى من ناحية تصنيع المعالجات ومعالجها الخاص كيرن لكن انا الصراحة كنت اتمنى انه يطلع نظام ثالث لنافس نظام الـ iOS من ابل ونظام الاندرويد من جوجل لو تلاحظون كل الانظمة اللي نستحن نستخدمها كلها امريكية حتى قليل منها الاوروبي فالويندوز امريكي نظام الـ MacOS امريكي نظام الـ iOS امريكي ونظام الاندرويد ايضا امريكي فما في منافسة من اي دولة ثانية غير امريكا تمنيت انه هواوي تطلع بنظام جديد ينافس هذه الانظمة مع اني ما اثق بالصينيين واعرف ان الصينيين ياخذون المعلومات بشكل اكبر من الموجود في امريكا على الاقل امريكا فيها حرية رأي وفيها احترام للخصوصية فلو حتى تعدوا على خصوصية فيه ناس هناك يقدرون انهم يتكلمون بحرية لكن الصين لو تكلم اي احد راح يرمونه في السجن فهذا اللي احبث واضح اليوم هل تتوقع النظام الهارموني والصراحي نافس او انه فقط هو نوع من الضغط على الحكومة الامريكية على اساس تسمح لهم انهم يرجعون يستخدمون الاندرويد زي ما تعودوا في السنوات السابقة رأيكم يهمني في التعليقات يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم موسيقى